السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. وانكامل ان شاء الله مع بعض رحلتنا مع المجرمانت انسرتانتي. ما زلنا في التوب داون ابروتش. وهناخد مثال من النورد تيست ولكن في هذه المرة باستخدام سيرتفايد ريفرنسي ماتريا الواحدة مش اكتر من واحد. نشوف المثال قدامنا. هو بيئيس اول مرحلة. اول حاجة هو بيئيس بي او دي. بي اختصار بيولوجيا الاكسجين ديمانت. ده احد القياسات اللي بتتم في المياه. ايه اللي هنا اللي بيستخدمه. بعد كده ايه اللي هو مستخدمها كانت هي باستخدامها. قدت بالقيمة الفرنية اتنين وستة من عشرة في المياه. وليفل القياس كان عند ميتين وستة مليجرام بير ليتر. لانه بيئيس بيولوجيا الاكسجين. ده في بيئيس باستة من عشرة في اثناء مكان بيعمل ويستخدم عشان يرسم وبيقول ان الاناليسز بتاعكم كان بيتم بالزبط زي ما بيتم بيه خطوات القياس العادية. وده الطبيعي في حالة بعد كده هنا بيجيب نتيجة اللي هي ميتين وستة خمسة ميلي جرين بالليتر هو مدهان هنا عشان كده في بايس البياس هو فرق الطرح ما بين الرقمين وهو جايبه منسيبه بعد كده نسبة مقاوية يعني هو الطرح هنا متين واربعتاشر وتمانية ناقص متين وستة تمانية وتمانية من عشرة ميلي جرام هتساوي اربعة وتلاتة من عشرة في المية فهو عبر عنها عبر عنها للبياس اللي هو اتنين وستة من عشرة في المية كانت عامل امتى عند تسعتاشر نقطة دي هتفيدنا في ايه لما نحسب الستاندرد ايرور اخر حاجة الانسرتينتي اللي جاي مع سرتفايد ريفرانسي ماتريال كانت خمسة ميلي جرين بالليتر وكانت توزيعها نورمال ليدستريبيوشن عند مساوة وثقة خمسة وتسعين في المية فاحنا هنقسم على اتنين عشان نحصل على الستاندرد انسرتينتي الخاصة بسرتفايد ريفرانسي ماتريال هنحسب الانسرتينتي الاسورشيتد مع البياس هتساوي الجزر التربيعي للبياس تربيعي والبياس هنا هنعبر عنه بالقيمة الريلاتيف اربعة وثلاثة من عشرة في المية تربيع زائد قيمة الستاندرد الستاندرد ان ايرور اللي هي عبارة عن الستاندرد ديفييشن مقسومة على جزر ان هتساوي اتنين وستة من عشرة على جزر التسعة عشر اللي هو الان تربيعي زائد الواحد اتنين من عشر اللي هي قيمة استرتفايد ريفرانسي ماتريال مقسومة على الكوفريتش كده جبنا الانسرتينتي الاسورشيتد مع البياس قبل كده كنا حاسبين الانسرتينتي اللي هي كانت الاتنين وستة من عشرة لانها هي قيمة اللي اتعامل عندها لما تتجاب الانسرتينتي تربيع زائد الانسرتينتي ديوتو بايس اللي هي الاربعة ونصف في المية تربيع تحت الجزر التربيعي هيدينا الكمبايند انسرتينتي الاكسباند انسرتينتي هنحسبها بمنطقة البساطة هنضرب الكمبايند انسرتينتي في الكوفريتش فاكتور اللي هو واحد بوينت ستة وتسعين اللي هو هنشغل عند خمسة وتسعين في المية كونفيدنس الافل للمرة التانية وفي حالة واحد ارتفايد ريفرانسي ماتريال شوفنا قدي الموضوع سهل وبسيط في حالة التوب دوين ابروتش نشوف حضراتكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة